القتة طائرة هليكوبتر عسكرية بريطانيا اكيا سمن الحصى على منحدر خرجي لسد في وسط انجلترا انهار جزء منها وبت معرض لخطر الانهيار واغراق بلدة والي بريتج في منطقة دير بيشاير وقمت الشرطة باجلاء ما يزيد عن ستة الاف شخص من سكان البلدة بعد ان لحقت اضرار بلغة بالسد بسبب الامطار الغزيرة في الاونة الاخيرة وقال مسؤولون ان السد الذي يحتجز نحو 300 مليون جلون من المياه معرض للانهيار مما يعرض حياة الناس للخطر هذا ويضح مهندسون حاليا المياه من امام السد لخفض المنسوب وتقليل الضغط على هيكله بما يسمح ببدء عملية الاصلاح